اشتركوا في القناة كترت الكثير من الجهات المسلحة على بلدنا وتم تهجيرنا من بيوتنا واحتلالها إذا بقينا في سوريا فإما سنكون قاتليين أو مقتولين يعيش الملايين منا في بلاد الجوار بلا بيت ولا عمل ولا رعاية صحية ولا مساعدات إنسانية ولا تعليم لأطفالنا وحياتنا كالسجن ببساطة نحن وأطفالنا بلا مستقبل والخوف والرعب دائما حليفا في محادثات السلام الفاشلة يشارك فقط أصحاب المصالح الاقتصادية والسياسية في سوريا نحن لا نعتبرهم ممثلين لنا نحن الضحايا الحقيقيين لهذه الحرب لكن الحق الوحيد الذي حصلنا عليه هو أن نختار كيف نموت نرفض هذا المصير لا نريد أن نبقى لاجئين ولا نريد العيش في الخيام وبيوتنا محتلة من قبل الميليشيات المجرمة نحن مجموعة من اللاجئين السوريين في لبنان مجتمعون في منظمات وجمعيات وناشطي حقوق الإنسان كتبنا مقترح سلام مدني من أجل حل مشكلة اللاجئين السوريين في لبنان إلى حين انتهاء الحرب وعودة الأمان لسوريا ندعو إلى إنشاء منطقة إنسانية مدنية آمنة في سوريا خارجة عن سيطرة نظام السوري والجهات المسلحة ويتغفر فيها الصحة والتعليم حتى نتمكن من العودة بأمان إليها في صوت الأسلحة المدون نناشد العالم للوقوف معنا من أجل تحقيق مطالبنا وسماع صوتنا والعمل لأجل حقنا في العودة الآمنة والكريمة إلى بلدنا والعيش بسلام هل ستقف معنا؟ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة